النفط يقتل وقال متحدث باسم مطار فرانكفورت انه تم الغاء نحو 140 رحلة من اصل 1400 رحلة فيما علق مطار كلون يابون الالماني رحلته الجوية لعدة ساحات هذه الاحتجاجات التي ادت الاعتقال عشرات الناشطين تأتي بعد يومين من تسجيل اكثر الايام حرارة على الاطلاق حيث اعلنت خدمة كوبرينيكوس الاوروبية ان الارض شهدت يوم الاثنين الماضي اليوم الاكثر حرارة في التاريخ الحديث وكسر الرقم القياسي المسجل يوم الاحد الماضي حيث وصل متوسط درجة الحرارة العالمية الى 17.15 درجة مئوية يوم الاثنين اي اعلى بمقدار 6 من المئة درجة مئوية من الاحد وهو اليوم الذي تم فيه كسر الرقم القياسي اليومي لاعلى درجة حرارة مسجلة على الاطلاق ويعتبر تزايد متوسطات درجات الحرارة مؤشرا خطيرا حيث لا يشير فقط الى تصاعد احتمالية ارتفاع درجات الحرارة العظمى والسخرى لكنه كذلك يرفع من احتمالية تعرض الارض لذاواهر مناخية متطرفة مثل الموجات الحارة والتي يعاني منها عدد من بلدان العالم حاليا من ضمنها دول العالم العربي وترجح غالبية الاعمال البحثية ان استخدام البشر للواقود الاحفوري هو ما تسبب بشكل رئيسي في الاحتباس الحراري العالمي حيث تخطط نسبة ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي حجز 400 جزء من المليون اي اكثر من ثلث ما كان موجودا قبل الثورة الصناعية بل واكثر مما كان موجودا خلال مئات الالاف من السنوات السابقة قبل الثورة الصلاعية في الثورة اشتركوا في القناة